السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه? كل حاجة بتتطور. كل حاجة بينزل لها تحديث للزار الاول للزار التاني وكذلك النصب. يعني زي ما انت باعت رسائل فيها غلطات. فالناس انتبه ايه ان مش هيكتب كلمة غلط او مش هيكتب السلام عليكم وبالواو وحاجات زي كده. فبدأ ان هما ايه يعرفوا الفكرة. فبدأوا النصابين يطور نفسه ويكتبها بشكل صح. فبدأ الناس ايه? يضحك عليها. هي فيه اخطاء لكن هو حدث نفسه فبدأ الناس تسد الكتبة دي. طيب تعالى نشوف مثال عملي اوقعي ناس كتير اوعد فيه. وانا كنت ممكن اعفيل لا ولا ان ربنا سطر. مش بالزكاء ولا بالمفهومية. لا فيه ناس بتبقى ما شاء الله علميا رهيبة جدا ان تبقى فخة زي كده ويعني دامجوا كتير. اللي حصل ان انا جالي ايميل مثلا راجل مثلا ان اخترد ان اسمه حامد مثلا. فحامد اد اسم الشركة دوت كوم. فانا اطلاق باخد اسم الشركة او ادور على الموقع. ليه? لان هو ممكن يبعث لي الايميل ده من الجيميل مثلا. فاكيد ما فيش حد بيبعت ايميل الشغر من ايميل الشخصي. او ما فيش حد هيبعث لي اوفر من شركة من ايميل الجيميل. وفيش حد يبعت الشركة مثلا. مثلا قراسكم وهيبعت هالي من العرب. يعني اكيد انت هيبعت من اسم الشركة كده. فانت لازم تتأكد من الحتة دي. وابعت لي الايميل من حاجة تانية خلصة. انا بش عايزة اعرض الصور او الايميلات لان اسم الشركة مكتوب فيه. فبش عايزة سبب شوشارة على الشركة. طيب انا اتدورت واخدت على مقوى الشركة. وليت مشاريع كثيرة وسألت الناس. قالوا لا ده شركة كويسة. وكل حد. طبعا ايه المطلوب? قال لي ده اوفر او بعت لنا السي في فبعت السي في طب بعت لها برتفوليو وماشي. وبدأ يبعت الاوفر. طيب. فيه يقطة لا تتخلي برك منها. فيش شركة بتعرض عليك مرتب. قبل ما تعمل معك كزا انتر فيو. يعني هيعرض معك انتر فيو واحد واثنين وثلاثة واربعة وكل يعني كل ما كون انت مسلا خبرة كبيرة لازم هتاخد خلصة في انتر فيو كتيرة جدا. كل ما كانت الشركة كبيرة برضو بيدخلك مسلا انتر فيو مع الاتش ار وبعد كده مع مهندس وبعد كده مع المدير وهات كزا. تمام? هي قدر ان انا كنت عملت كزا انتر فيو قبل كده. يعني قلت موك ويكون انا عملت معهم انتر فيو اشوف ايه اللي بعد كده. بس اركز اوي لو ما فيش انتر فيوات موجودة اه شك في الموضوع. ما فيش حد هيديك الفلوس مغير ما يتأكد ان يعني ابسط حاجة بيفتح السي في ويسألك ويتأكد ان كلامك مطابق للسي في. ده ابسط حاجة. ماشي? فدي نقطة خلي باك منها ابقى. احنا كده شفنا نقطتين بتغرف منهم اذا كان الرجل ده مصاب ولا لا. خب. الاوفر هوت ومجع ليه وبتاع وخلاص بقى. تمام? النقطة التالتة. الاوفر اكتر من لنا مقايم نفس بي. يعني انا عارف ان انا في السوق بساوي اكس. تمام? اللي هو مديني تلاتة اكس. لانه هو مش هيدفع حاجة. يعني لو انا هديك فلوس اكيد هقاصل واخدها شفال حاجة ممكن نديها. طب منا مشني اجيب اتنين بالفلوس دي تحديث. يا اه هو كلام واهمي. فأنا هوفر لك ساكن عائلي وهو هعمل لك كذا. والمرتب بتاعك كذا. امور تخليك يعني لازم لازم امدأ اروح للشركه ده يعني اغراء زي ده على الزو. الساسج هيروح وراء الاغراء ده ويصده على طول. هو نفسك كده. هو مقدر نفسه زي ده عن الزو. انما طبيعي اننا لا انا نعارف ان انا. أساوي مثلا اكس أو أساوي واحد دولار مثلا فلما لحد يديني اربعة دولار ثلاثة دولار لأ أبدأ أشك ما بقولش ترفض بس لازم تشك لازم تقول لأ ده في حاجة مش مظبوطة لازم تسأل لازم يعني تبدأ تشوف الموضوع يعني طب مع انا في مني كتير في السوق يعني ممكن تلاقي حد تجيب اتنين تلاتة بالراتب دوت وفيش شركة يقول لك احنا عايزين نعمل عمل خير هنوزع الفلوس وهنديه مرتبطة أكثر من لازم لا هو عز يكسب فلازم يقلل الفلوس لازم تلاقي حاجة كده في الميل يقول لك ايه لا ده انا محتاج ان انا تفاوض معهم مفيش حاجات تفاوض معاها لو تفاوضت معاها يبقى انت كده ترفص النعمة لا هو مديك بالزيادة زيادة زيادة النظوم لانه كله كلام موعمل ماشي طيب دي ثالث حاجة ماشي فاوكي خلاص يعني يعني استقيل بقى وابدأ بقى شوفها تتنقل ازاي من قطر للامارات والحاجات ده كلها طيب النصبية في اين يعني اكيد هو بش بعمل الكلام دوت عشان يعني وخلاص لأ النصبية قال لي ايه طيب بص احنا هنبعت لك شهر كامل قبل ما تسفر ده كلام جميل يعني ده شركة كويسة هو هتبعت لك شهر كامل قبل ما تسفر يقوم بحصول كده ققيب تسكير طنى تياران واول ما تسفر نصف شهر مقدم ونحجز لك الفوند وكان خصوص من فلوسك ونحجز لك الفوند وكان خصوص من فلوسك فأنا لو حد بعت للياتي بدأت من ناوكم أسفرشي النقطة الأساسية هي الضوء الجوهر اللي فيها الفخ نعم، لا، ليس نوعية المصرافة ούμε في شركة نحنا وراقلة ما نعمل معها شركة تخلص الوراء والإجراءات والإجراءات سوف نقدر المصرافة بيتكار مساعدة نحن وصلك Mindset وانت بس اديها الورق ومشي معاهم احنا اسكب فيهم وهم ما نس فهمين شو يغلوهم هيخلصوا لك كل حاجة واول ما تخلص لو في اي مصارف انت فتدفع احد هيا لك وانديك شهر مؤدب وتبدأ انت اتنين هي دي التركية ان هو عايز ياخد منك مبلغ تمام؟ كان طلب كان بقى بالزبط يعني شركة الترافل دي بعتت لي وحتى الرجل السيسي في الاميل 1790 دولار حيث انتخلص لك الورق وانتخلص لك الورق النظام في قطر وفي الامارات ان مفيش حسمها الشركة بتخلص لك الورق الشركة نفسها بتجيب موظف هو اللي بيخلص الورق موظف عادي بيخش بيدخل المعلومات السيابش حاجة مستحيلة موظف البروكورمينت بيخش بيدخل الداتا موظف البروكورمينت موظف البروكورمينت موظف البروكورمينت موظف البروكورمينت موظف البروكورمينت موظف البروكورمينت ل Zone موظف البروكورمينت من المختلف أيام موظف البروكورمينت ال crunk موظف البروكورمين tan يعرض عليك فلوس ويديك اوفر ويخليك تحلم ويخليك طب اني لبقى اولادة من المدارس امتا ونروح امتا ونروح امتا ونروح ازاي وطبع يقفع عفش البيت يعني عشان جاك ايه عشان متجامل جدا زي اللي بيصد سمكة لازم يحط لها طعم ويرميه في المياه تاكل الطعم يروح ايه ساحبها ويصد سمكة ويبدأ بقية شويها ويقول لها حوالي يعني لما حصل مضيف بحك الناس اللي حواليه كله بتعرض للحناية نصب وخسره ملايين وخسر فلوس كتير جدا رغم انهم ما شاء الله اسكية جدا وعبقرة وكل حاجة فما تعتمد شي على الزكاك قد ما تعتمد على يعني ادعى ربنا ان هو يصدر يعني سلسة سخارة انا عندي برانوية فببدأ ان انا افكر هل مد صح او غلط شك في الحاجة يعني افر يعني اكتر من الرائع بكتير يعني مثلا انا بشتغل مثلا في مصر بعشرة تلاف وقالي عارضة في مصر بخمسين الف النقلة دي مش ترفض ولا توافق بس تخليك تفكر يعني في حاجة الناس دي بش قادر تقيمني تمام زي لم حد يعرض عليك مبلغ قليل قوي الناس دي بش قادر تقيمني فيه فيه غلط فاول ما تلاقي الفاكرة بقى ان انت تدفع فلوس للشركة عشان تساكر وهنديك الفلوس او ما تدوم انت الفلوس ديريكت حتى بعدت له اميل كده يعني الشركة التارون والطول ملأخدوا في اسم الشركة التانية انا عارف ان هو راص بي يعني بش تغلب شوية فخلي بالكوا وقالت تعذروا الاصدقاء من القصة دي عشان محدش يوع فيها سلام عليكم